موسيقى موجز العاشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للأمن الوطني التونسي اليوم من تفكيك خلية إرهابية ضمت عشرين عنصرا بولاية جندوبة وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أن نشاط الخلية المذكورة تركز على القيام بعمليات رصد بعض المؤسسات الحيوية بلجها وتمركز الوحدات الأمنية مضيفة أنه بتعميق التحريات في شأن المشكوك فيهم تبين أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يومية بعد قضاء البعض منهم لعقوبات سجنية دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشرعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من الأزمة السياسية التي أعقبت الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعية قبل أربعة أشهر ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي طاهري قوله أن المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي في البلاد رد القياد في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية على قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة أن لندن ستتحمل وزر أي تصعيد سهيوني جراء قرارها وصرح الحية بأن حماس ستتواصل مع المجتمع الدولي لرفض القرار كما طالب البرلمان البريطانية بالامتناع عن تمرير قانون حظر الحركة وكانت حماس قد أصدرت بيانا استنكرت فيه قرار وزيرة الداخلية البريطاني بريتي باتيل حيث قالت بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا بدلا من الاعتذار وتصحيح خطاياها بحق الشعب الفلسطيني طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعودة عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية والإفراج عن المعتقلين داعية لمحاسبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في سودان وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في بيان له أن بلاده تدين قمع الأمن السوداني للمتظاهرين السلميين الذي أسفر عن مقتل خمسة عشر شخصا على الأقل وإصابة العشرات قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في بيان أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تدين اعتقال حركة الحوثي لموظفين يمنيين لدى السفارة الأمريكية في صنعاء وتطالب بالإفراج الفور عنهم وقال البيان إن العشرات من المواطنين اليمنيين وأفراد حائلاتهم اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة من جانب الحوثيين بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك عام الفين وخمسة عشر أعلنت إثيوبيا أن مجالها الجوي آمن وذلك بعد تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من خطر محتمل على الطائرات المدنية بسبب الصراع المتصاعد بين قوات الحكومة المركزية وشبهة تحرير تيجراي ونصحت إدارة الطيران الفيدرالية في وقت سابق شركات الطيران الأمريكية بتوخي الحذرة أثناء الطيران إلى آدسابابا أو بالقرب منها مع اقتراب الحرب المستمرة منذ عام من العاصمة الإثيوبية ورفضت هيئة الطيران المدنية الإثيوبية التحذير الأمريكي ووصفته بأنه لا أسس له من الصحة وإذ تناقضوا تماما مع الواقع وقالت في بيانها إن أي رحلة جوية في المجال الجوية الإثيوبي بما في ذلك مطار آدسابابا الدولي آمن ومضمون نقلت مواقع إخبارية إيرانية عن البحرية الإيرانية قولها اليوم السبت أنها أوقفت سفينة أجنبية في الخليج تهرب الصلار ونقلت وكالة مهر عن العقيد أحمد حشيان قائد غواصة ذو الفقار في باريسيان قوله أن مشات 412 البحرية تمكنت من الاستيلاء على سفينة أجنبية على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم مضيفا أنه بعد تفتيش السفينة تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المزوط المهرب ونقل أفراد الطاقم إلى مدينة باريسيان لإخضاعهم للإجراءات القانونية أخلت قوات حرس الحدود البلاروسية مخيما للمهاجرين عند معبر كوزينكا بروتشي بين بلاروسيا وبولندا وقال متحدث باسم حرس الحدود في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة أنه لن يتم السماح للمهاجرين بالتواجد في الشريط الأخضر الممتد على طول التحصينات الحدودية لبولندا وأضاف أنه تم إيواء المهاجرين في مركز لوجستي قريب ختاب موجز في أمان الله اشتركوا في القناة